من نهاردة حساب كأس العالم على تويتر رشر نشر رسالة للنادي الاهلي قال ايه لمن؟ للنادي مين؟ للنادي الاهلي اللي حيلعب فين؟ في كأس العالم كأس العالم اللي هو ايه؟ كأس العالم للأندية طيب، النادي الاهلي حيلعب في كأس العالم للأندية ليه؟ لأنه ممثل مصر وممثل إفريقيا في كأس العالم للأندية فإحنا بنتكلم معه الأندية اللي بتلعب في كاس العالم طبعا هنا هنا الفيفا خاطبة النادي الأهلي وقال له إيه هاتلي بتاع تاني انت مستعجل ليه هات قال لك إيه نراكم بعد أقل من شهر في المملكة المغربية إن شاء الله يوم واحد اتنين هنكون كلنا في المغرب بقلق اللي مش هيسافر هيبقى بقلبه وحيبقى وقعد وورا التلفزيون بيشجع فريقه أو بيتفرج على قناة الأهلي عشان يشوف الكواليس اللي هتحصل فيه هناك فإن شاء الله بعد شهر أو أقل من شهر النادي الأهلي حيكون متواجد في كاس العالم للأندية في المغرب قرعة كاس العالم للأندية هتكون يوم 13 يناير يناير الحالي بعد أقل يعني من 10 أيام وحتكون في مقر أكاديمية محمد الخامس في العاصمة المغربية الرباط وحنزل لحضراتكم على الشاشة هو جدول المباريات المعلنة جدول مواعيد المباريات المعلن رسميا من الفيفا اليوم الأهلي حيلعب أوكلند سيتي في الدور الأول يوم 1 فبراير 2023 ربع النهائي حيكون يوم 4 فبراير نصف النهائي حيكون يوم 7 فبراير 8 فبراير ثم مباراة تحديد المركزين التالت والرابع حيكون يوم 11 فبراير وهو نفس يوم المباراة النهائي إذن 11 فبراير بداية كاس العالم حتكون 1 فبراير ونهاية كاس العالم للأندية حيكون 11 فبراير زي ما حضراتكم شايفين قلنا كده جدول مباريات المعلن رسميا من الفيفا النادي الأهلي هاتلي كده برضو الصورة اللي فاتت لا هاتلي اللي فاتت الصورة اللي فاتت دي هتلاقي النادي الأهلي هيلعب أوكلند سيتي يوم 1 فبراير النادي الأهلي مرة تانية عشان أنا عارف ان فيه ناس يعني ماشي لا مش دي تانية اللي بعدها جدول النادي الأهلي هيلعب مين هيلعب أوكلند سيتي في كاس العالم للأندية اللي هتقام يوم 1 فبراير اهو امام حضراتكم ده مش اسلام ولا النادي الأهلي ولا قناة الأهلي ولا الموقع الرسمي للنادي الأهلي لا افندت ده جدول مباريات كاس العالم للأندية المنشور على الصفحة الرسمية للفيفا حضرتك يعني اللي يعرف يخش على على سوشال ميديا ويشوف هذا الأمر صفحة الفيفا على السوشال ميديا حيلاقي فيها جدول مباريات كاس العالم حبيت بس إن أنا ده طبعا الخبر اللي أنا بقوله ده بقوله الجمهور الأهلي بس لكن هو خبر مشرف لكل جمهور الكرة المصرية أي جمهور بيحب الكرة وبيحب الكرة المصرية وبيحب بلده حيبقى مبسوط إن عنده فريق بيمثل بلده في كاس العالم مبسوط مش لازم تعلن ده وتبقى يعني لا طبعا أنا ولا يفرق معايا لكن أنا اللي يفرق معايا هو جمهور الأهلي فقط ولكن هناك بعض بلاي وشجع للأهلي لكن من جواك على الأقل تبقى مبسوط لأنه دي خلي بالحضراتكم البطولة دي بالنسبة لنا بطولة خاصة جدا 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 هتقول لي ليه هقول لحضرتك لأنه مشاركة مميزة جدا جدا لنادي الأهلي ليه هو ريال مدريد بطل أو نادي القرن الأوروبي والنادي الأهلي هو نادي القرن الأفريقي فلعبه أعتقد سنة 2001-2002 2001 أول مباراة لمنويل جوزيو فاز فيها نادي الأهلي بهدف سنداي لو حضراتكم تتذكروا على ريال مدريد بهدف مقابل لشيء فمن الممكن أن تتكرر هذه المقابلة مرة تانية إن شاء الله أو نتمنى طبعا أن هي تتكرر أن نادي القرن الأوروبي يلعب مع نادي القرن الأفريقي إن شاء الله تبقى مباراة العالم كله يقعد يتفرج عليها